1- لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تنبيه قد يستدل بعض الناس على أن فلان من تلاميذ الشيخ بن عثيمين أو تلاميذ الشيخ بن باز على أن فلانا سلفي لا ليست هذه علامة بارزة عند السلفيين إنما المنهج والسلوك والشهادة لذلك قد يكثر السؤال جاء رجل يدعي أنه من طلاب الشيخ مقبل أنه من طلاب الشيخ ربيع أنه من طلاب الشيخ بن عثيمين هذا يكفي الجواب لا حتى يشهد له إذ قد يكونوا وهذا معروف قد يكونوا من الحاضرين من المخالفين بل بعضا قد يكونوا تكفيريا بعضا قد يكونوا تكفيريا وإن كان ينتسب أنه درس على الشيخ بن عثيمين لذلك لا يستدلوا بمجرد الدراسة على أن فلانا مثله واضح وهذه فائدة التنبه لها لذلك لما يأتينا علي الحلب ويقول أنا من تلاميذ الألباني خلاص ختم الجنة مباشرة ختم بالعلم مطلقا لا ما يكفيك هذا حتى تمشي وتسير على منهج السلف على المنهج السلف الذي سار عليه الألباني رحمه الله تعالى فإن خالفته فلست منه ولو كنت ملازما له منذ أن بدأ تدريسه إلى أن توفي لا ينفعك هذا فالعلماء يتبرؤون من المخالفين يتبرؤون من المخالفين لذلك لا يكفي هذا تنبه لهذا ترجمة نانسي قنقر